أهلا وسهلا بكم للتحويل من النظام الثماني للنظام الثنائي رأينا في الدرس السابق أننا قمنا بتحويل كل عنصر من النظام أو من العدد في النظام الثماني للنظام الثنائي بثلاث عناصر قلنا لما ثلاث عناصر لأن جميع عناصر النظام الثماني يمكن تمثيلها تلاقا من ثلاث عناصر فقط في النظام الثماني العناصر هي السفر حتى سبع ويمكن تمثلها جميعا بثلاث وحدات في النظام الثنائي في هذا الدرس سنراك في التحويل النظام الثنائي إذن أكتبك عنوان النظام الثنائي إلى النظام الست عشاري إلى النظام الست عشاري أكتب عدد في النظام الثنائي مثلا لدي واحد واحد سفر 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 واحد سفر واحد سفر واحد واحد سفر على هذا الشكل في النظام الثنائي كم يساوي في النظام الست عشاري الطريقة هي أني كما رأيت في النظام أو في التحويل من النظام الثنائي للنظام الثماني أقوم بالتقسيم لأجزاء من ثلاث عناصر أقوم بالتقسيم لأجزاء من أربعة عناصر على هذا الشكل إذن أخذ أربعة عناصر ثم أربعة عناصر هنا تبقى لي ثلاثة ثلاثة عناصر لما أربعة عناصر بالضبط هنا أكتب عناصر النظام الست عشاري قلنا أنها هي سفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ونكمي بالحرف A B C D E F لو قمت أو لو أردت تحويل هذه العناصر للنظام الثنائي السفر هو سفر 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 الواحد هو سفر 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 واحد الاثنين هي سفر سفر واحد سفر ثلاثة هي سفر سفر واحد واحد الأربعة هي سفر واحد سفر سفر الخمسة هي سفر واحد سفر واحد الستة هي سفر واحد واحد سفر السبع هي سفر واحد 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 إلى حد هنا من السفر حتى سبعة كما رأينا يمكن أن نستغني عن السفر الأول يعني تكفي ثلاثة وحدات فقط لأمثل الأعداد من السفر حتى سبعة لهذا كنا نقوم بالتخصيم لثلاثة وحدات فقط في النظام الثنائي لكن في النظام الست عشاري نكمل الأعداد حتى على عدد 15 أو F في النظام الستواجي 8 ستكون بالتالي هي 1 0 0 0 9 هي 1 0 0 1 A أو 10 في النظام العشرية هي 1 0 1 0 B هي 1 0 1 1 C هي 1 1 0 0 D هي 1 1 0 1 E هي 1 1 1 0 F هي 1 1 1 1 على هذا الشكل إذا نرى أنه لتمثيل جميع عناصر النظام الستواجي في النظام الثوني نحتاج لأربع وحدات تلقى من الصفر الذي هو صفر 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 إلى F الذي هو 1 1 1 1 لهذا نقوم هنا بالتقسيم أو التجزيع لأجزاء لكل منها أربعة أناصر إذن أكمل عملية التحويل 1 وعد كتابة العدد 1 0 0 وأكتب بطريقة أفضل إذن 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 هذا هو العدد الذي لدي إذن أعيد التجزيع قلنا لأربعة أجزاء لأغسام بها أربعة أجزاء على هذا الشكل انتلاقاً دائماً من اليمين أعيد انتلاقاً من اليمين في هذا الاتجاه إذن لدي هنا أربعة أجزاء أربعة أناصر أربعة أناصر وأنا يتبقى لي ثلاثة ثم أقوم بكتابة أو تحويل كل جزء انتلاقاً من اليمين إلى النظام الستة وشاري لدي هنا 0 1 1 0 إذن 0 1 1 0 هنا هي 6 إذن أكتب هنا وهنا لدي جزء الثاني 0 0 0 1 0 0 1 والواحد إذن أكتب هنا واحد وأخيراً لدي واحد واحد سفر أو يمكن أن نوضيف هنا السفر 0 1 1 0 إذن 0 1 1 0 هي أيضاً الستة يكون هذا هو تمثيل هذا العدد في النظام الستة وشاري أخذ مثال آخر يكون أبسط أخذ فقط 1 0 1 0 1 1 في النظام الثنائي كم يساوي في النظام الستة وشاري إذن أقوم بالجزء أربعة أجزاء هنا يبقى لي جزءين لدي هنا 1 0 0 1 1 إذن 1 0 1 0 1 1 هو هذا العدد هنا هو B إذن أكتب هنا B وهنا لدي 1 0 أو 0 0 0 0 1 0 إذن 0 0 1 0 هي 2 فيكون العدد في النظام الستة وشاري هو 2 B إذن هذه هي الطريقة التقسيم لأربعة وحدات أو لأجزاء بها أربعة وحدات ثم تمثيل كل جزء في النظام الستة وشاري في الدرس المقبل نتعرف على التحويل في التجاه المعاكس أي من النظام الستة وشاري للنظام الثنائي نلتقي إذن إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر